إلى جانب الرصافة من بغداد حيث شرقي العاصمة هنا مقاطعة 7 على 12 في منطقة سبع قصور حيث تستمر أعمال التسوية الترابية فضلا عن إنشاء القالب الجانبي فريق الجهد الخدمي والهندسي أكد استمرار أعمال صب الكونكريت للجزء الأخير من شارع أبو علي فيما تجاوزت نسب إنجازي شارع أبو أحمد الأربعين بالمئة يوم أمس اكتملت أعمال ربطات الدور وكذلك الرايد الرئيسي لخط المجاري اليوم باشرة شركة حمرابي بأعمال البوكس الترابي لشارع المشروع هناك أيضا أعمال ضمن شارع أبو علي أعمال صب الكونكريت في حوض الشارع قاربنا على الانتهاء متبقي لنا ثلاث أيام لغرض إنجاز أعمال الكونكريت بطول ثلاثة كيلومترات تعمل هذه الآليات في شارع المشروع في البوكس الترابي بعد إتمام شبكات الصرف الصحي والانتهاء من مد خطوط الماء الصالح للشرب في حين أوضح فريق الجهد أن أعمال التهيئة للتبليط في مقاطعة ثلاثة على اثنتين عشرة للشوارع المتبقية وصلت مراحلها النهائية وستنجز خلال الأسبوعين المقبلين من ضمن المناطق المهملة من ضمن المناطق نحن بالمناسبة نشكر رأسة الوزراء العمل دوب وجيد جدا لكن منطقة طابين بيها ملغومة بيها الصوندات وبيها عدة أشكال فإحنا كمواطنين إحنا ودنا العمل يوم وليلا يكمل الشارع الشغل مرتب وجيد وينقذنا من هذه الأعمال هذه الأعمال الطينية والماء التعبان والمجار التعبانة والمنطقة هاي كلها راح يسوي لها وجه جديد هذه المناطق التي تصنف معدومة وغير مخدومة عادة ما كانوا أهاليها يطالبون بتنفيذ الخدمات فيها فريق جهد الخدمي والهندسي يؤكد أن عملية تنفيذ المشاريع تسير بتوقيتات زمنية محددة وبمواصفات قياسية معتمدة من منطقة سبع خصور شرقي العاصمة بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر